هذا البرنامج برعاية زين بنكو الاتحاد ساعات سيكو شو بدك يا أنا نحكي خاني حكي قدام الكاميرا هاتي شوف لا احكي لا بصراحة انسى انسى الكاميرا لا أنا بصراحة قلت لك بصراحة ايش قلت لك اللي عندي السلام عليكم موهبة الانسان هي اسلوبه الطبيعي والتلقائي في التفكير او السلوك او الشعور وافضل طريقة عشان نكشف هذا الاسلوب انه نبني مواقف معينة في اماكن عامة ونصور ردود فعل الناس التلقائية بدون ما يحسوا برنامجنا مبني على اساس نظرية مؤسسة قلوب العالمية اللي بعد 30 سنة من دراسة السلوك وجدوا ان البشر عندهم 34 موهبة مختلفة وكل انسان عنده على الاقل موهبة او اكتر اليوم بندور على موهبة الايجابية الموقف انا مذيع منكد وشايف الدنيا سودا وبسأل الناس عن رأيهم في اوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية شو رأيكم انتم؟ شو رأيك بالوضع الاقتصادي بالاردن؟ والله الوضع الاقتصادي من ناحية غالي جدا فيه غلاء جدا مرتفع ووضوع الضرائي بعد الرافع كمان ووضوع الغلاء نفس الشيء خلينا نكون شوية مش قوي بجوز دعبان بس هذا الشي بيرجع لعوامل سياسية وعوامل اقتصادية ومرتبطة بجميع الدول توازنات اللي حواليها مش عارف شو بدي احكيلك بس يعني الله يفرج فيه امل؟ شي مأساوي احنا بالجامعة عم نتخرج مش عم نلاقي شغل لانه الكل عم يدرس الكل متخرج من الجامعات يعصار اشي عادي اللي متخرج باكالوريوس ولا اشي يعني شاني باكالوريوس اشي عادي اشي عادي لا والله انا عندي امل ليش الواحد اذا ما عنده كان عنده امل ما بيعيد مش عارف او في شارع اسرع من هيك كان زوتيت حالي عليه سيئ الاسوأ اكيد ليه؟ عمال هالبلد عم تغلى كل شي غالي كل شي غام فما اعتقد اشي يصير احسن من هيك يعني مش شايف انو الوضع في تحسن شايف انو الوضع عم بنزل لتحت فهادي هاي مشكلة هاي مشكلة ضخمة انا بصراح فتمنى يكون في امل بس ما اتوقع يعني اذا استمرنا عن نفس المنهاج نفس السلوب المعيشي شوي صعب وبدأنا نشك انو في اي حد عنده هادي الموهبة في الاردن حتى جاء بطل الحلقة انا شعوري والله بالنسبة لي كمواطن اردني عايش احلى عيشها احلى عيشها غارة بغيرنا والله احنا عايشين احلى عيشها الميت يجعينا ثلاث وخميش شبعني المي اه ما نشي قد تشويه هذا اسمع بكل صراحة انسى الكاميرات والتصوير لزمين وضع سلبي اذا ماك لهوا الوضع ماكليين وعايشيون اليمين طفيين و اه طفيين و خلص مش مكليين وعايشين اذا ما امسكك انا بدي اعبطك وابوزك اذا ما شهر الله اهنا بنمسح معك الكاميرا استشغالي وصارنا حوالي 17 يوم بندور على شخص ايجابي انا لا اصدق انا لا اصدق انا سعيد الحمدلله اثبتنا نظرية انو في موهب اسمها الايجابية عند الشعب الاردني بس لازم ندور شوي الشعب الاردن عنده كل شي والله احلى شعب في العالم كشفنا اليوم موهبة ابو الايجابية مش معناه انو الاخرين مش موهبين ولكن يمكن موهبتهم مختلفة عن ابو الايجابية قوتهم حماسهم معدي بيستطيعوا يحاولوا اي جو سلبي لجو ايجابي الناس بيحبوا يكونوا حواليهم بيعطوهم طاقة وحماس شعارهم الكأس دائما نصف ممتلئ النظرة السلبية الخاطئة عنهم انو مساذجين بسطين مش فاهمين الدنيا على واقعها وفعليا هم واقعيين ولكن دائما بيختاروا ينظروا للجانب المشرق وين ممكن يبدعوا في اي مجالات بحاجة لرفع معنويات في المستشفيات في دور الايتام في دور المسنين في المشاريع الريادية اللي بحاجة لطاقة ايجابية في البداية في اي مكان محتاج فيه رفع معنويات وقيادة لو انحطيتوا بنفس الموقف شو بتكون ردة فعلكم شغلوا رداراتكم اكتشفوا موهبكم كلنا موهبين نراكم ان شاء الله في الحلقة القادمة